إيه هي بقى أسباب الإمساك؟ يعني إيه الأسباب اللي تخلي الحالة دي تحصل؟ عشان نعرف نتصرف، اللي نعرف نمنعه، اللي نعرف نتعامل معاه وهكذا إذا في حاجة يعني أنا بقول إيه؟ أنا بقول ليه؟ ليه؟ ليه لازم نعرف الأسباب؟ أصفي ناس ممكن تقول لك وإحنا خلاص حصل الإمساك؟ لا أنا بقول لي إن لو في حاجة ممكن نتجنبها السبب الأول هو التماسك الشديد في قوام البراز يعني من الأول كده البراز ده فيه تماسك شديد في القواب داخل البطن وده ممكن يحصل في أحوال كتيرة قوي زي إيه؟ يعني حاجات كتيرة تخلي فيه تماسك في البراز زي إيه؟ زي استخدام الألبان نصف دسم أو الخالية من الدسم خلاص؟ وإحنا كنا تكلمنا قبل كده عن إن ده تصرف خاطئ فاكرين في حلقات التغذية نظرا لوجود فيتامينات قلنا فيه فيتامينات مهمة قوي زي فيتامين A وD وE وK وقلنا في حلقات التغذية أن الفيتامينات دي بتزوب في الدهون مش بتزوب في الماء يعني بتحتاج الدهون علشان تزوب وبالتالي يستفيد الجسم منها النهاردة بقى بنزود معلومة جديدة وبنقول إيه؟ أن منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدهون بيكون فيها نسبة البروتينات أعلى أعلى من الألبان العادية قياسا بباقي المكونات يعني تلاقوا اللبن الخالي الدسم أو نص دسم البروتينات بتاعته أعلى وده بيؤدي لتماسك البراز فخلوا بالكم الحكاية دي غلط أن احنا نعملها مع الأطفال من الأسباب المهمة قوي برضه اللي تخلي فيه تماسك شديد في البراز نقص كمية الميا أو السوائل اللي بيشربها الطفل عشان كده لازم نبتدي تقديم الميا بدري للطفل بين الرضعات وزي ما قلنا برضه في حلقة سابقة أننا المفروض نبدأ الحكاية دي من الشهر التالت بمعدل حوالي من 10 ل 30 ميلي على مدار اليوم وبتزيد الكمية دي من الشهر السادس وبتوصل لحوالي 50 ميلي لتر لغاية الشهر التاسع الشهر التاسع بتزيد وتوصل يعني من الشهر التاسع لغاية نهاية السنة الأولى الكمية بتوصل لـ 80 ميلي لتر يعني لازم الطفل اللي عنده سنة يكون بيشرب في حدود 80 ميلي لتر أو أقل بشوي وتفضل كمية الميا دي تزيد لغاية مثلا ما توصل 250 ميلي لتر على مدار اليوم عند انتهاء السنة التانية ومن السنة التالتة بتوصل الكمية الـ 500 ميلي لتر يعني نص لتر وفي عمر خمس سنين بيكون الطفل بيشرب حوالي لتر كامل على مدار اليوم لتر كامل من الميا طبعا السوائل التانية اللي بيشربها الطفل بتدخل ضمن الكمية المطلوبة لكن هرجع وأكد تاني ان الميا هي أفضل مشروب للأطفال والكبار يبقى عرفنا ان التماسك الشديد في قوام البراز واللي هو أول سبب من أسباب الإمساك بيحصل في حالة نقص محتوى الدهون في غزاء الطفل مش معنى كده ان احنا ندي الأطفال دهون انا بتكلم تحديدا في الحليب ومنتجاته وبيحصل برضه في حال نقص كمية الميا أو السوائل اللي بيشربها الطفل طيب ايه تاني يؤدي للتماسك الشديد في البراز وبالتالي يحصل الإمساك الحالة التالتة اننا لما نخفف الرضعات حد يقول يعني اين نخفف الرضعات اقول لكم بمعنى اننا نحط كمية من لبن الرضاعة أقل من المطلوبة على نفس كمية الميا طبعا انا هنا بتكلم عن الرضاعة الصناعية هضرب مثلا يعني مثلا لو الطفل بياخد رضعة 180 ملي كل 4 أو 5 ساعات نمسك الببرونة كده المفروض ان احنا بنحط الميا الخاصة بالرضاعة 180 عند العلامة رقم 6 ما هو كل علامة بتبقى 30 يبقى 36 في 30 180 خلاص كده يبقى حطينا الميا اللي بترمز لرقم 180 المفروض نحط تقدق ايه بقى من اللبن بالمكيال اللي بيكون موجود في العلبة نحط 6 مكاييل من اللبن على كمية الميا دي اذا حطينا كمية اقل من اللبن ده هيكون سبب في حدوث التماسك في البراز وبالتالي حدوث الامساك على فكرة فيه بعض انواع الالبان الصناعية ممكن تسبب الامساك للطفل وده بيكون يعني سبب كافي جدا لتغيير النوع ده بنوع تاني هي كده من الببل الطاق بتعمل امساك مع الطفل وممكن طفل تاني ما تعملوش امساك تمام بقى عشان كده فيه انواع كتيرة من الالبان الصناعية عشان لو نوع عمل امساك ما نستخدمش برضو فيه انواع البان صناعية خلوا بالكو بتكون مدعمة بالحديد واذا الحديد بيعمل امساك واذا ما حصلش توازن في غزاء الطفل برضو ممكن يؤديه للامساك عدم التوازن بقى في غزاء الطفل ده هو السبب القادم في حدوث التماسك الشديد في براز الطفل يعني من ضمن الاسباب اللي تخلي فيه تماسك في البراز عدم التوازن في غزاء الطفل والمقصود بعدم التوازن الغزائي هو افتقار طعام الطفل للالياف الطبيعية يعني طعام الطفل ما يكونش فيه الياف طبيعية اللي الخضروات والفواكه اهم مصادرها عشان كده الامات اللي يقولوا انا ابني ما بيقولش خضار بيقولش فكة ده غلط جدا تمام؟ الخضار والفكة اهم مصادر الالياف انا هنا طبعا بتكلم عن الطفل او الاطفال اللي مرحلتهم العمرية تسمح بالغزاء الخارجي يعني بجانب الرضاعة وطبعا في الاعمار اللي بعد كده بعد انتهاء عملية الرضاعة طيب سبب تاني لحدوث تماسك كبير في البراز خلوا بالكو احنا كل ده في اول سبب من الامساك اللي هو التماسك البراز سبب تاني ايه يعني يتسبب في انه يحصل تماسك في البراز وبالتالي حدوث الامساك عدم كفاية لبن الرضاعة يعني لو الام اللي بتردع ومصر انها تردع مع ان ما فيش كفاية يعني اللبن بتاعها مش مكفي الطفل واخر الاسباب هو ان الطفل يكون بياخد حديد بكميات كبيرة وبدون اشراف طبي فيحصل الامساك فيه ناس كده متعودة يعني امهاتي يقولك ايه اصلا حديد وكالسي وحديد لا ما هو الحديد من غير سبب ومن غير اشراف طبي ممكن يعمل مشاكل وكالسي ومكزال يبقى نرجع نفتكر مع بعض بسرعة اول سبب لحدوث الامساك هو ايه هو التماسك الشديد في قوام البراز واستعرضنا مع حضراتكم هذا التماسك وهي هنقولها مرة تانية استعمال الحليب ومنتجاته من الانواع خالية الدهون او قليلة الدهون نقص كمية المية او السوائل اللي بيشربها الطفل تخفيف الرضعات وشرحنا يعني ايه تخفيف الرضعات بعض انواع الالبان الصناعية زيادة محتوى الحديد في جسم الطفل سواء في صورة فيتامين او ان اللبن الصناعي يكون مدعم بالحديد او ان يكون لبن الرضاعة غير كافي واخيرا افتقار المحتوى الغذائي للطفل ده للالياف الطبيعية واللي مصدرها الاساسي زي ما قلنا لحضراتكم الخضروات والفواكه خلاص كده فهمنا كل ده اللي احنا بنتكلم فيه ده اول سبب من اسباب الامساك اول سبب يؤدي لحدوث الامساك وهو انه يحصل تماسك شديد في قوام البراز خلاص خلوا بالكو الاسباب اللي انا قلتها دي يعني تبان ان هي حاجات عادية دي حاجات بسيطة ده كل العيال كده لا معتراكم الاسباب دي او يعني مرور الوقت الاسباب دي بتؤدي فعلا لحدوث الامساك خلاص عشان كده خلوا بالكو قوي ان احنا ممكن نتجنب كل هذه الاسباب يعني لو نوع لبن صناعي بيعمل امساك نرجع للطبيب هيغيره هيكتب نوع تاني نعمل الرضع صح اقول لكم بعد شوية كمان يعني رسالة كده عايزة اوجهها للسادة الصيد تمام كده الفواكه والخضار لازم الطفل يأكل فواكه وخضار لازم يعني طول ما هو قاعد كده يأكل فواكه وخضار يشرب مية مش يشرب عصير او يشرب حاجة سقعة او بتاع مية المية دي افضل حاجة للطفل في المرحلة الاولى انه هو يتجنب الامساك